اشتركوا في القناة بهذه الرياضة العربية الاصيلة في العالم العربي نتواصل مع شوطن السابع وننطلق مع شوطن خاص بالبكار وهذه الرياضية على المركز الاول حمد بن فارام بن عتيق البريدي المري على المركز الاولي ووصل هزاع بن حمد بن صالح ابو شريدة المري مع بنت الحصينية انطلقت مع المركز الاول انطلقت مع المركز الاول شعار البريدي على المركز الثالث ايضا تواجد لمزاحة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي والمركز الرابع بشوف المركز الرابع هذا الشعار الهاجري مع امصيحة سعد بن سعود بن حمود بن شافي الهاجري على المركز الرابع وسجل نقطة معنا اليوم سجل نقطة هذا الشعار اليوم المركز الخامس هذه اللي غيرت وانتقلت الى رابع المراكز هي سليل حمد بن ناصر بن حمد آل زبدان المري المركز الخامس المركز الخامس تحمل الرقم ثلاثين وتنطلب هذه ود لراشد بن محمد بن عبدالله الزقيبة المري اللي سجل النقطة الاولى اليوم في الشوط الرئيسي هذا الشعار يا سلام هذه المراكز الخامسة الاولى المنطلقة والمندفعة ونحن في الكوع الاخير وفي الخمسمائة متر الاخيرة عن نهاية الشوف لازالت الامور مع بنت الحصينية وغير شعار الزقيبة على المركز الاول على المركز الاول وعلى الصدارة وهذه ود ود راشد بن محمد بن عبدالله الزقيبة المري بعد ان حققت فرق الشوط الرئيسي الاول تحرك شعار البريدي على المركز الثاني تحرك شعار البريدي ولكن ود على المركز الاول على المركز الاول بثيقة الكبار الزقيبة ينطلق شعاره على المركز الأول محقق النقطة أخرى مع صباحي هذا اليوم يا السلام جيد مورنينج لهذا الشعار صباحك خير يا زقيبة صباحك خير على فوز ود وعلى فوز فرق في هذا اليوم تهانينا والناموس المركز الثاني هذه مزاح علي حمد بن جار الله بن علي بن حسين لبريدي المركز الثالث السليل على المركز الثالث حمد بن ناصر بن حمد المري المركز الرابع الشهنية على المركز الرابع محمد بن علي بن مبارك الكاموخا المري المركز الخامس وصلت مختارة لضافر بن راشد بن مسعود بن حبق الهاجري تهانينا والناموس وهنيكي الزقيبة على هذا الفوز شوطين اليوم حصل عليهم الزقيبة بعد فوز فرق حققت ود النقطة الثانية لشعار الزقيبة تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذه لحظات انتزاع ود ناموس هذا الشوط وإهدايه لراشد بن محمد بن عبدالله الزقيبة المري تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق في صباح هذا اليوم تهانينا لكل الفائزين اليوم المشاركين كلهم فائزين مشاركة ميدان الشحنية وحضور ابناء الخليج اليوم في ميدان التحدي هذا الميدان الذي يحظى بالرعاية الكريمة من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وهذه ود والتوقيت الأفضل يسجل مع ود ثلاثة أصفار ثمانية وثمانين جزء من الثانية يعني ثلاث دقائق وفاءا وتماما هناك ثمانية وثمانية جزء من الثانية إضافة إلى ثلاث دقائق تهانينا لمالك ود راشد بن محمد بن عبدالله الزقيب المري على هذا الانتصار المركز الثاني شعار البريدي على المركز الثاني ثلاثة ثانيتين اثنين وثمانين جزء من الثانية توقيتا سجل مع مزاحة حمد بن جرالله بن علي بن حسين البريدي تهانينا البريدي على هذا الفوز ثلاثة ثلاثة ستة أجزاء من الثانية سليل سجلت المركز الثالث لحمد بن ناصر بن حمد